كيف ننكر على الذين يقع منهم سب الدين أو رب العالمين طبعا سب الدين أو رب العالمين لا يصدر إلا من إمام في الكفر وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فلا يطعن في دين الله كافر فقط وإنما هو إمام من أئمة الكفر ولكن إخواني في الله إذا سمعت من أحدهم مثل هذا الكلام فلا في حالة حالة تستطيع أن تتكلم معه ولا يترتب على ذلك مفسد أكبر ولا مشاكل عظيمة فعندها تخلو به وتتكلم معه وتنكر عليه ولعل الله أن يهديه وتدعوه إلى الشهادتين ونص الله أن يهدينا ويهديه الحالة الثانية أنك إذا تكلمت معه ترتب على ذلك مشكلة أكبر وأصبحت هناك مناوشات وضرب وتكسير فعندها لا ننصح بهذا لأنك ربما تتعرض للأذى أو السجن ويترتب على ذلك منع المشايخ من التدريس منعك من أن تؤدي الواجبات والطاعات والقربات وبالتالي تدخل في تجديدات وينسب إليك وإخوانك الذين لا صلة له منه في عندك حزب وتكتل وأشياء تهم جاهزة في هذا الزمان لمن ينكر المنكر فعندها درء لهذه المفسدة الكبرى تنتظر حتى تخلو به وتنكر عليه والتوفيق من الله ونص الله أن يجنبنا سماع مثل هذا الكلام